اهلا وسهلا بحضراتكم القراءة الاسبوعية في المشهد السياسي بصحبة المفكر الاستاذ الدكتور عبد الحليم انديل مساء خير دكتور مساء نور دكتور الحديث يتواصل والاستفزازات الاسرائيلية كمان مش بتتواصل لا الحقيقة بتتصعد وطيرتها بشكل مثير ومستفز وصلت الى الاعلان الجنوني اللي قاله النهاردة بن جفير وزير الامن القوم الاسرائيلي عن نية اسرائيل لاقامة ما سماه بالكنيس اليهودي في المسجد الاقصى ومنذ ان اطلق هذا الاعلان المستفز وعادلين كلنا الحقيقة وده غلطة مننا ان احنا كلنا كنا نسينا هذا الملف عادلين الملف لاسرائيل تشتغل فيه بنظام السلحفاء اللي هو ملف تهويد القدس والغاء كل معالمها وملامحها الاسلامية واليهودية بس حتى قبل الملف بتاع تهويد القدس الدلالة السياسية لتوقيت الاعلان زي ما قلت يمكن للمشاهدين هذا معناه ان اسرائيل لا تريد الاوضاع ان تهدأ وده مش كيان عايز لا تهدئة ولا سلام يعني هو من المؤكد يعني انه هذا الكيان لا يريد تهدئة ولا سلامة اتنين من المؤكد ان هذا الكيان ومن نسميه نحن في الاعلام العربي بتيار اليمين المتطرق في هذا الكيان هو ليس وليد اللحظة ولا وليد السنوات الاخيرة هو وليد العشرين تلاتين سنة الاخيرة حصل زحف هائل لهذا التيار في التجمع الاسرائيلي او كل انشئة المجتمع الاسرائيلي وتطور الان لم يعود الامر امر اسموتريتش ولا بن جفير ولا هذه المخاتلات التي تجري كما جرى اليوم مع اعلان بن جفير ان يصدر مكتب رئيس الوزراء نتانياهو بيانا يقول اننا نريد ان نحافظ على الوضع القائم في المسجد او في جبل الهيكل هذه التسمية من جانبهم للمسجد الاخصى او انه تحدث استنكرات من وزير الداخلية او من هذا كلام كله يدخل في نطاق توزيع ادوار معتاد انما هذا الانتقال الى تهويد ليس فقط تهويد القدس ذات تهويد المسجد الاخصى وبناء ما يسمى هيكل سليمان الى اخيره يمضي بخطة وايدة لكنها مضطردة من سنوات حتى الاساطير من نوع البقرة الحمراء وغيره تجري جرى استراد هذه الابقار وجرى تهجينها بحيث تكون على المواصفات المطلوبة وجرى ايضا ما نشهده كل اسبوع تقريبا من اقتحامات تتوسع روايدا روايدا للمسجد الاخصى فالخطر داهم لكن للأسف لا احد في هذا العالم العربي ولا العالم الاسلامي يسمع ولا يستمع اليه الا على سبيل الاستنكار العابر الذي اصبح نوعا من الفلقرور يكمل عملية توزيع الادوار داخل الكيان الاسرائيل نعم السؤال هنا اذا ما يعني مدنا خط الصريحات وهذه المواقف الاسرائيلية الاخيرة من اقتحامات متكررة المسجد الاقصى والتصريح المستفز اليون لبن جفير مع تعمد اسرائيل فتح بعض الاشتباكات والجبهة اللبنانية على مصراعيها لو مدنا الخط هنا على نية اسرائيل في التعامل مع المفاوضات والاوراق والمبادرات المتتالية اللي بتطرح في رأي حضرتك ماذا تريد اسرائيل يعني اسرائيل تريد فكرة الهروب للامام وفكرة التقدم لما تسميه الحل النهائي اي تخلص فلسطين كلها من الفلسطينيين واحلال كيان اسرائيلي من النهر الى البحر هذا كلام نمضون فيه منذ فترة لكن طبعا ليس كل ما يراد يتحقق لان هناك اطرافا اخرى اهم هذه الاطراف هو الشعب الفلسطيني نفسه الذي تكاثر سكانيا على الارض المقدسة ومن هنا زادت هذا التكاثر من الرعب الغريزي لدى الكيان الاسرائيلي خاصة التيار الكهاني كما يطلقون عليه الذي يمثل اللحظة الرهنة من حياة هذا الكيان الخام كهانة وحركة كاخ كما هو معروف كانت ترتعب من فكرة اختلاط اليهود بالفلسطينيين داخل فلسطين المعتلى بالزواج او بغير الزواج وكان يسعى الى تهويد كل شيء اي منع الازدواج اللغة وفي الكان الاسرائيلي الالي بين العبرية والعربية وفي التعليم والى اخره او تسميات الشوارع او تسميات المدن او الى اخره يذكرن ذلك لان التاريخ دار في دائرة كاملة حين قامت هذه الاسرائيل كان العرب عن حسنينية وعن نزعة نفسية غلابة يريدون انكار ما جرى وكانوا يتكلمون عن العصابات الصهونية والى اخره يعني دار الزمن دورته كان هذا الترديد من العرب واختها عن العصابات الصهونية ما يعني من المشكلة بسيطة نوعا من الانكار او الرغبة في عدم رؤية ما يجري دار الزمن دورته واصبح الكيان وقادته يميلون الى هذا الانكار كأن انكار وجود الشعب الفلسطيني يمع وجوده بالآلية فمن هنا زادت الوتيرة التسميات واصدار قانون ما يسمى قانون القومية اليهودية والى اخره بحيث انه يعتبر ان اليهود هم اساس هذه الدولة وكن كل الاخرين مجرد ضيوف ووجودهم عابر ايضا تزايد النزعة الانتحارية في تقديره يعني نازع علي وعلى اعدائي يا رب ففكرة الحل الاخير هل يستطيع الكيان ان ينفذ ذلك تقديري انه يرغب في ذلك لا شك في ذلك وان هذه الرغبة غالبة بين الجمهور الاسرائيلي حتى لا يخدعنا احده نفسه انما الكلام عن الفرع ما بين الرغبة والقدرة القدرة هذا شيء اخر لانك اذا كنت اسقطت من الحساب بظواهر الحال كل اثر للدول العربية والاسلامية وهي الحقيقة اثرها غير المرء يوحي باهماله انما هناك شعب فلسطيني هذا الشعب الفلسطيني عبر كل هذه السنوات لا نتحدث عن تضحياته ولا عن بسلته ولا عن احتماله العجيب الصبر هذا ايوب العصر الشعب الفلسطيني ايوب هذا العصر وايوب هذا العصر ينهط كلما تصورت انك اطلقت عليه الرصاصة الاخيرة من هنا الوضع سيظل فيما نسميه توترا او كذا او كذا الى مدى طويل جدا مدى طويل يعني ايه يعني عشرات السنوات هنا بين قصين يعني ايه يعني على الاقل عشرين سنة مخبلة سنظر في حالة التوتر على الجبهة الفلسطينية الاسرائيلة بين قصين كبيرين هنا لما حركت حدثت عن تهويد القدس وتهويد الاقصى وفكرة المشروع الهوية القومية اليهودية نحن نعلم الواقع لكن حتى على مستوى المسميات والشعارات والمؤسسات الدولية والدول الديمقراطية التي تتغنى بانه ما فيش دول بتقام على العرقيات او اديان وانه لازم يبقى الحكم على اساس مدني وكذا ازاي اسرائيل بتبيع للعالم الغربي والامريكا والامم المتحدة فكرة الدولة اليهودية والقومة اليهودية هم لا يحتاجون ان يشتروا ان يشتروا ما تبيعوا اسرائيل لانه اولا الحركة السهيونية هي في الاساس حركة غربية هي بنت الغرب فالدعي ابن الدعي سواء امريكا او اسرائيل اقامت هتان الدولتان على نفس الاساس الابادة العرقية المكثفة بمئات الملايين او حتى بصورة اقل حجما في حدود الشعب الفلسطين فهذه الابادة هدفها ببساطة ان انت بتعمل استعمار استطاني احلالي بيجيب ناس تحت دعاوة واساطير بتقول ان اليهودية ليست دينا اليهودية قومية ومن سما لا يلزم للمرء ان يكون حتى متدينا حتى يكون سهيونيا لانه عرق يعني الفكر الغربي بيعتبر اليهودية قومية مش دين السهيونية اساسها كده دمج فكرة اليهودية كدين بالقومية بمعنى انت لما تيجي تتأمل نشأة هذه الاسرائيل كل قادتها الاوائل حايم وايزمن اللي نصب رئيسا او بن جوريون اللي كان اول رئيس وزراء ويعد مؤسسا لهذا الكيان وصولا لعدد كبير من القادة وصولا لشيمون بريز واسحاق رابين قادت ما يسمى حزب العمل وولدة مئير في الطريق كلهم كانوا في العرف الديني ملاحدة يعني لا يؤمنون يعتبروا اليهودية تراثا صقافيا يعني هذا شيء يجمعنا وخلاص فاذا كانت هذه الاساطير مفيدة لا بأس انما الان مع الرعب الغريزي الذي تواطر في العشرين سنة الاخيرة من زيادة اعداد الفلسطينيين لان انت دلوقتي قضيت على شتلة الشعب الفلسطيني بتارد تنمية الف تنمية الف سنة الف تنمية ثمانية وربيين طبعا هذه الشتلة خرجت الى الدياسبور الفلسطينية والشتلات الفلسطينية نشأت شتلات اخرى على الارض المقدسة سواء في اللي بنسمي ارض 48 او في الضفة والقدس او في غزة وهذه الشتلات تنمو بشكل كبير ومتزايد ثم انها تتحول من مجرد اعداد قد يقول بعض انه عدد في اللامون الى كيف متزايد الاحساس بهويته المنفصلة ومن ثم برغبته في نيل حقوقه التاريخي اسرائيل رفضت اكيد تاريخيا كل الحلول التي تتضمن فكرة الدولة الثنائية القومية لانها اصبحت تدرك مع هذا التطور ان احنا على عملنا زي جنوب افريقيا كذا صوت واحد للرأس الواحد سوف يكون الحكم الفلسطيني ومن ثم ينتهي هذا المشروع في التالي ايضا فكرة الدولتين التي طرحها التيار الاول اللي هو تيار حزب العمل الاشكنازي الغربي التكوين الذي لا يهتم بالاساطير اليهودية بصورة كافية كان تركز على فكرة فصل الكائنين يعني اقامة دولة فلسطينية وربما اجراء تغييرات في توزيع الاراضي بضم مناطق من الجليل للدولة الفلسطينية مقابل اخذ اجزاء اخرى بحيث يتصدى لهذه الكسافة السكانية الفلسطينية ويقيم دولته على اساس من اغلبية يهودية لان هذا لم يعد مضمونا صحيح مع هذا الرعب زاد التأثير الكياء التيار الهلع كما قلت تاريخيا في انه لا ولا شبر ارض احنا ليس لنا من سبيل غير مش بس نفصل عشان نتخلص من الاغلبية السكانية الفلسطينية احنا نطرد الفلسطينية من الارض المقدسة فهنا الجزء الخاص باقامة ما يسمى هيكل سليمان وهذه خرافة يعني كل الدراسات عن هذا الهيكل المزعوم لا تصل به الى شقة الطين وصالة يعني مش لا هيكل ولا نيلة يعني ولا فيه اي اساطير من هذا النوع يعني كلها اساطير مصنوعة طيب سؤالي هنا هنا المنازلة الكبرى التي يتصورون انها الحل النهائي بتجري الان صحيح انها تجري بدون زروف عربية مواتية من حول القلب الفلسطيني طبعا معكسة جداً لكنها تجري وستجري لانه ليس بارادة احد مفتعلة ان يتصور انه يمكن اقامة علاقات سلام مستقرة مع هذا الكلام كل هذا الكلام اوهام عربية سوف تزول في اجواء الساخنة للمواجهة طيب على مستوى المفاوضات الجارية المفاوضات لا غير المفاوضات يعني مش هكلم عن مفاوضات نفسها هكلم عن بحاول طول الوقت نفهم كيف يفكر قيادات الكيان المفاوضات خلاص اصبح واضح للعيان حتى من غير المتخصصين ان اسرائيل بتماطل وبتضيع الوقت وزي ما حالك قلت كده بتحاول انها يعني تتراجع الى الامام وصولاً الى الانتخابات الامريكية في نوفمبر مع كسب اطول فترة ممكنة للقضاء على اكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني ده بالنسبة للمعركة الحالية اه وفقاً للهدف الاسرائيلي لكن في كل ده نتانياهو بالتأكيد وجيش الاحتلال ايقاً انه لن يستطيع ان يعيد الاسرة بهذا الشكل بعد فشل استمر 11 شهر واقترب من العام ملف الاسرة الاسرائيليين اللي موجودين عند حماس ده لا يشغل بالاسرائيل ولا يشغل بال نتانياهو لا هو يشغل بال اهال الاسرة بس وهذا تحول في الكيان نفسه هذا الكيان من قبل كان عنده حساسية كبرى ازاء خطف او اسر جندي واحد صح كلنا يذكر وقعة الجندي جلعات شريط وكان نتانياهو في قول عدده جلعات شريط ده الجندي الاسرائيلي اللي تم اختطافه من قبل من قبل حركة حماس حركة حماس واستبدل بألف اسير الف وكذا يعني الف ومئتين او الف وثلثمية ومن بينهم يحيى السنواري اللي زين عاد صح فنيتانياهو سلم بذلك وقتها لانه كانت الروح الاولى اللي هي روح الكوبتزات وزرع اليهود في الارض وجيش الدفاع والى اخره كانت لا تزال اثرها قائمة ايه قبل زحف المتصل لليمين المرتعب من التطور الجاري لان انت ببساطة انت تقدر تجيب لي اسلحة الدنيا كلها امريكا خزانة مفتوحة تقدر تعملي بس ماذا تفيد ان تحمل كل اسلحة الدنيا على كيان هزيل معرض للتداعي من داخله لان اصل فكرة الاستيطان ان انا بجيب ناس ازرعهم في ارض واشيل الناس الاصليين ما لم تستطع انجاز هذه الدورة وتهمش او تلغي وجود السكان الاصليين لن يستقر لك مقام صح وهذا موجود في التجارب التي لم تنجح سواء في جنوب افريقيا او في الدجاج لا تمام بس ارجع لي لفكرة كيف يتعامل نتانياهو مع ملف الاصر يتعامل نتانياهو مع ملف الاصر لم يعد يبالي ببساطة لانه هو ما يبالي به نتانياهو نتانياهو من اول انتهاء حكومات الذات المغزى في تاريخ الصهيوني واخرها من احن بيجن واسطير الكبرى التي صنعوها كعسكريين او كسياسيين دخلنا لمرحلة حكومات تيكاوي كانت مرحلة انتقالية اللي هو يهود باراك قبله وتسيب ليفني وغيرها ثم دخلنا الى عصر اليمين اللي احنا بنسميه يمين اكثر تطرف نتانياهو ليس منفصلا على هذا اليمين هو بالنسبة لفرق بينه وبين بن جيفير او سموت ريتش هو فرق اداء مش اكتر يعني لان انت لو شفت خطابه امام الكونجرس هذا الخطاب في هذا السير كلم عن انه فيه صراع بين الحضارة والبربرية هو محق في ذلك انه هو صراع بين التحضر والبربرية بس هو اخطأ في تحديد ما كانه في هذه القسمة الصناعية هو بالتأكيد في الجانب البربري وبالتأكيد حكومة امريكا في الجانب البربري وليس بالجانب المتحضر يعني فانت هنا الكلام عن الحساسية الاسرائيلية القديمة جدا كانت مركزة تجاه فكرة استعادة الاسرة وحياة اليهودي وشوية اساطير كده كانوا يصنعونها للتغليف لم تعد قائم لذلك الفكرة الاسرة اهالي الاسرة هم اللي تتظهرون من اجل انقاذ ابنائهم وده ما بيشكلش ضغط على حقوق اسرائيل بدأ انه يشكل ضغطا في البداية لكن مع سيادة اليمين لان احنا احيانا بنخطئ في قراءة المشهد السياسي الاسرائيلي المشهد السياسي الاسرائيلي من حيث التوجه ليس فيه معارضة فيه شور متدرجة من نفس اللون اليمين يعني مثلا يعني فيه يمين ويمين اوي ويمين اوي اوي اه يعني مش اكتر من كده الوان ودرجات طيف من هذا النوع يعني مثلا نتانياهو رئيس الحكومة بين الجانتس اللي احنا بنقول عليه وكذا ويهدد وكذا اه او لابيد اه 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 او 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 اه كانت المعارضة الاديمة فكرة السنائية الاسرائيلية كان فيها حزب العمل في المقابل طبع حزب العمل لم يعد احد يسمع عنه مظبوط حتى بعد ان اخذ حقنة اصطناعية بتولية يائر بولان وهو رئيس اركان سابق لسبوع فانت في النهاية ميرتس على الهامش يعني فيه اشياء اصبحت على الهامش اصبحت ذكريات بالنسبة لتاريخ الكان الاسرائيلي بينما كانت هي العناصر المؤسسة يعني شمون بريز بتاع حزب العمله ولا اسس للبرنامج النوع الاسرائيلي كان فيه خيال والتصورات هو الان بيشتغل يوم بيوم في ظل الاسماء الموجودة من المؤكد ان نتنياهو اكثرهم خبرة واكثرهم كفاءة لا بيني جانتس ولا لبيد ولا غيره فهنا لبيد مثلا ما كان رئيس حكومة لبعض الوقت كان سياسته في الضفة الغربية ايما على جز ما يشميه جز العشب يعني الحرب المتصوعة ضد الفدائيين الفلسطينيين دي الفكرة فالفكرة من الزاوية التاريخية بتكلمنا عن تفاوض لا ما فيش تفاوض وإلا ما كانت هذه الاغلبية ساحق في الكنيسة من كافة هذه الاطياف ضد مبدأ السماح بكيان فلسطيني او دولة فلسطينية في المدى الجزئي القريب الخاص بالتفاوض على أسرة المفاوضات كما نعلم كلنا ننتائج نتائجها انه الولايات المتحدة الامريكية تصطنع تفاؤلا هذا التفاؤل داخل في سياق الخلافات العائلية بين حكومة اسرائيل في واشنطن وحكومة نتنياهو في تل أبيب هي تريد فسحة من الوقت مش أكتر تمرر معها الانتخابات الامريكية قد تفيد كاملة هاريس في الفوز بأصوات العرب الامريكيين المؤثرة في عدد من الولايات المتأرجحة فمن ثم التفاوضات التي جارت في الدوحة وفي القاهرة وقبلها بشهور تدور وتلف بدائرة مفرغة دائرة مفرغة بتقول اين الجمهور نفسه كافة المشاهدين أصبحوا يعلمون لاتفاق السلسي مرحلة أولاة يحصل فيها كذا ومرحلة تنة يحصل فيها كذا ومرحلة تلتها يحصل فيها كذا كل شوية يقدموا دا ويأخروا دا ويغيروا في اللون فهنا مع تزايد تأثير نتانياهو على السياسة الامريكية الدقلية في لحظة الفوات الحالية من هنا لحد انتخاب الرئيس المقبل ودخوله للبيت الابيض مع وقل عام المقبل نتانياهو أصبح سيد البيتين سيد البيت الاسرائيلي رفتال أبيب وسيد البيت الاسرائيلي نطلع فاصل بعد الفاصل نرجع نأخذكم إلى الجبهة اللبنانية اللي اشتعلت كمان هذا الأسبوع وحصل فيها بعض المناوشات وصواريخ ومسائرات من حزب الله وإسرائيل عملت ضربة استباقية وكلام عن أن الملف مرشح للتصعيد وبعد السيناريات الأخرى بتقول لا هو دا نوع من أنواع الاجتماكات بس كل طرف بيقول للتاني أنا هنا لكن لا أحد يرغب في تصعيد هذه الجبهة أكثر حنسأل أستاذ عبد الحليم في هذا الملف بعد الفاصل أهلا بحضرتكم حوارنا موصول في القراءة السياسية مع الأستاذ دكتور عبد الحليم أنديل وننتقل إلى الجبهة اللبنانية في رأيك اللي حصل الأسبوع دا دكتور عبد الحليم نفسره بإيه من الجانبين إسرائيل نتنيه وقال لك ضربة الاستباقية اللي احنا عملناها دي عرفنا العدو وهنا يقصد حزب الله عرفنا العدو قدراتنا وعرفنا أن احنا لن نسكت على أي مساس وكذا 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 وأن احنا أجهضنا ضربة كانت حتبق علينا أكبر وعلى الجانب الآخر حسن نصر الله طلع وقال أنه يعني احنا بالبلد كده أوجعنا إسرائيل ولأول مرة نصل إلى العمق الإسرائيلي وفيه صواريخ لنا وصلت على بعد يمكن كيلو ونصف اثنين كيلو من تل أبيب فبالتالي دا أول تهديد حقيقي للكان الإسرائيلي اللي حصل دا حالك رأيته إزاي اللي حصل تتذكر نحنا في حديثنا في حديث سابقة عن فكرة خطر الانزلاق إلى حرب مفتوحة في المنطقة أنا قلت ببساطة أنه لن تحدث حرب مفتوحة في المدى المنظور وأنه ما سيحدث هو شيء في منزلة بين المنزلتين اللي هو فكرة ما بين الحرب المحكومة والحرب المفتوحة في منطقة الوسطى بين هذين الحدين وهذا ما شاهدنا تطبيقه وسنشهد تطبيقه فيما للي إن قررت إيران هي الأخرى بعد رد حزب الله هل رد حزب الله موجع لإسرائيل؟ لا هل ضربة الاستباقية التي فعلتها إسرائيل أو ما تقول عنه ضربة استباقية كانت موجعة لحزب الله؟ لا لأنه ببساطة لا طب بس ليه أفهم لأول ليه لأ ضربة حزب الله مش موجعة لأنها ما خلتش مدمرة على مدى كبير لكن فكرة العمق الإسرائيلي دي فكرة مخلقة للمواطن الإسرائيلي هي مصممة في الأساس لأغراض إحائية يعني فكرة أننا نحن قادرون على الوصول إلى العمق لكن ليست مصممة لأغراض تدميرية للإجاع أو الإدماء يعني هذا كلام هي مصممة أيضا في المعنى السياسي العام بحيث تمنع انزلاق الأقدام إلى حرب شاملة لماذا؟ لأن حزب الله لا يريد حربا لأن الداخل اللبناني حرب شاملة يجري فيها لبنان مش بستحبت في لبنان كما جرى في غزة لأن لبنان كما تعرف ظروف وهو وأيضا إيران لا تريد الانزلاق إلى حرب شاملة ليه؟ لأنه صحيح أنها تبدي اهتماما بالقضية الفلسطينية عما إخلاء أقدام الدول العربية من الموضوع لكن هي تستفيد في ذلك من ذلك في توسيع نفسها لكن أولوياتها إيرانية إيرانية يعني إيه؟ أولوياتها هي المشروع النووي الإيراني المتقدم ومش عايزة تغيطه إلى في غض الذي يكاد يعبر إلى مرحلة نهائية اللي هي إنتاج القنابل الزهرية خلال شهور ومن ثم فهي لا تريد ضربة إجهاض من أمريكا مش من إسرائيل من أمريكا المحتشدة في المنطقة بحاملات طائرتها وغوصتها النووية وغيرها وغيرها في الخليج وفي البحر الأحمر وفي البحر المتوسط لا تريد ضربة إجهاض في هذا المدى المنظور تريد أن تنتقل إلى أن تكون دولة نووية معلنة فده أولويته ومن ثم كما قلت من قبل لا تبدو لإيران مصلحة حتى في إجراء ضربات على طريقة حزب الله للمفرقة هنا معروف العلاقات بين حزب الله وإيران لكن حزب الله بخصائص الجغرافية وبخصائص الاقتراب من القضية المقدسة يبدو أكثر أثرا في المعدلة وأكثر اهتماما بها بينما الاهتمام الإيراني اهتمام مشتعار أو تمثيلي إلى حد كبير ومن ثم إيران ينفي بعض التحليلات اللي طلعت بارح بتقول أنه ما فعله حزب الله من صواريخ ومسيرات هو ده الرد الإيراني اللي كانت الناس بستميها لا 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 هذا هو حسن أشهر الله قلبه وضوح في خطابه بالأمس أنه القرار هو أن يرد كل طرف عن نفسه أن إيران ترد عن نفسها في وقع تغتيال إسماعيل هنية شمال تهران ونحن نرد عن أنفسنا واليمنيون أو الحوطيون يردون عن أنفسهم يعني الكلام واضح هنا الفكرة أنه إيران سترد كأنها لم ترد اللي هو شيء يعني سد خانة هل رد حزب الله أكثر من سد خانة هو في إيحاء مش 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 رد تدميري ولا انتقام هل إسرائيل كانت تعلم وأجهادت هي لم تجهد شيئا في واقع الأمر يعني لأن الذي يراقب الإعلام الإسرائيلي وتصرحات المسؤولين الإسرائيليين من تانياه إلى وزير الدفاع إلى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يلحظ أنهم كذبوا في اليوم الواحد ثلاث مرات على الأقل تحدثوا عن ثمانية ألاف صاروخ تحدثوا بعد ذلك عن ثلاثة ألاف صاروخ تحدثوا يعني لا ظلت الرواية مضطربة وكذوبة يعني لم يثبتوا على الشيء اتنين أنه من الجانب الآخر في مجرى الصراع الطويل تعود الإسرائيليون ذاتهم على أن يصدقوا حسن نصر الله بأكثر مما يصدقوا نتانياه لأنهم يعلمون من تراكم من تراكم الخبرة أنه هو ايه النتيجة؟ النتيجة أننا عدنا كما كنا كما كنا يعني يعني أن حزب الله مشتبك مع كان الاحتلال في الشمال وفي الحرب في غزة الاشتباك لا ذال قائما هل من أثر أنا قلت من قبل نقطة أنه حماس مثلا المنتمجة في حرب ردت في الميدان طبعا أفضل رد من حيث الأثر الموجع هو رد حماس في ميدانها في ميدان الحرب لأنهنا لو راقبنا منذ اغتيال إسماعيل هنية إلى الآن هناك عشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين سقطوا في الميدان في عمليات حماس بينما في عملية حزب الله بالأمس كل الذي قيل من قبل إسرائيل أنه في جندي مات ومن قبل اللبنانيين حزب الله أنه في ثلاثة اتنين من حزب الله وواحد من حركة أمل الكلام عن المنصات كله كلام عن مئة طائرة حربية شنت مئتين غارة في التلال والوديان عشان تبقى هذه النتيجة فإذا كان في كلام عن أنه رد حزب الله لم يكن في المستوى الملائم وأنا أعتقد ذلك أنا أعتقد أيضا أنه رد إسرائيل الاستباقي لم يكن أيضا كان تافها بس في تصريح مهم قاله نتنياه مبارح يعني يخلينا نشك في فكرة أنه إسرائيل مش عايزة تفتح حرب شاملة في لبنان وعايزة تفتح الجبهة على مصر عايها لأنه تنياهو قال أنه ما نفعله الآن في الشمال اللي هو مع الجبهة اللبنانية وحزب الله هو محاولة لتسوية الوضع ومنع كل تهديد ممكن على المستوطنات الشمالية حتى يمكن للمستوطنين أن يعودوا إلى هذه المستعمرات ويقتلوها مرة تانية ده معناه أنه اللي حصل من إسرائيل ده مش لن يكون الأخير مستوطنين بالحال ده مش هيرجعوا معالة الاشتباكات في تاني يوم بعدما أسمي بن قوسين الرد والضرب الاشتباكية خلصنا منها رجعنا كما كنا اللي هو الاشتباكات على الخدود هو إيه اللي عمله حزب الله هو اتصرف بصوريخ الكاتيوشة في حدود 20 كيلو اللي هي المساحة التي تجري فيها حرب التي يسميها حزب الله حرب الإسناد لغزر المسيرات التي وصلت إلى شمال تل أبيب كما يقول في هدف حساس متعلق بالوحدة 8200 أو بقيادة الاستخبارات العسكرية أمان هذا كلام هو نفسه لم يقل ما هي النتيجة التي تحققت من هذا الوصول للمسيرات هو اتكلم أنه أنت عندك صوريخ كاتيوشة شغلت القبة الحديدية لكي تصل المسيرات وامتنع علنا عن إبداء معلومة بنوع المسيرات لكن هو من المؤكد أن حزب الله يعلم كما تعلم إسرائيل أن لديها أسلحة أخرى سبق بالأغراض الإحائية ذاتها أنفع لها في تصوير الأنفاء وفي تصوير الصوريخ الباليستي وجره لكن انت هنا إسرائيل كمان تريد وده امتداد للرغبة الأصلية في الإفناء الفلسطيني وفي السيادة إنما الفاصل والفارق بين الرغبة والقدرة قائم أيضا في موضوع الانزلاق إلى حرب شاملة نتنياهو يرغب في حرب شاملة لكن ما الذي يمنعه نقص القدرة وبالتالي هو يريد حرب شاملة تدورها له أمريكا ثانية واحدة نقص القدرة نقص القدرة على حرب شاملة إسرائيل ما تقدرش يتحارب في غزة وفي لبنان حرب شاملة فارق كبير جدا بين أن تعمل غارة أو تعمل عملية مخابراتية أو تعمل كذا أو تعمل كذا وأنت دير حرب شاملة هذه الحرب الشاملة لا يستطيعها الكيان الاحتلال مع كل الآلة الحربية الإسرائيلية مع كل الآلة الحربية المسمى بالإسرائيل وهي آلة حربية أمريكية هو يريد للآلة الحربية الأمريكية ذاتها القائمة في المنطقة بـ 45 ألف جندي وبحضور رئيس الأركان المشتركة وغيرها أن تدير عنه الحرب ومن ثم هو لا يملك في نقطة الانزلاق إلى حرب شاملة عكس التصرفات الأخرى اللي بيتسيد فيها على بايدن في التصرف ده بالذات في ضوء أحمر أمريكي لا يريدون الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة لا يريدون أن يزجوا بأمريكا في حرب شاملة الطابة إحنا نسندك آه إنما تجنقنا لا تجنقنا لا إحنا مش في خطتنا إحنا خطتنا روسيا والصين مفهوم ما عندناش طرف من القدرة ولا الوقت إن إحنا ننشغل بأشياء أخرى في نفس المشتوى إحنا لنا أولويات عالمية كونية الطابة صحيح؟ فهنا هذا المأزق الذي يقع فيه نتانياه أنه يريد لكن هو يغريه هذه الشعبية التي افترضها في أمريكا بأنه يستطيع أن هذا الفيل الأمريكي يزج به بالنيابة عنه في الحرب ولذلك هو ينتظر ترامب لكن ترامب كما تعودناه يقول كلاما كثيرا لكنه لا يخدم كثيرا على الحروب ممكن لا وترامب عنده عنوان شهير كله بتمنه على إجراءات الخنق الاقتصادي وغيرها كله بتمنه لكن التورط في حروب تسيل فيها دماء لأمريكيين لدي نقطة الضعف في التصور لأمريكي الشيء نفسه هذه المراوحة ما بين نريد حرب شاملة لكننا نستطيعها ونريد إعادة الأسرة لكن لا نستطيع عقد اتفاق موجود على جبهة المفاوضات ولذلك أنا أرى أنه في المدى المنظور اللي هو إلى 5 نوفمبر حيث موعد إجراء الانتخابات الأمريكية سيجري تسجري حالة من اثنتين الحالة الأكثر توقعا أن لا يحدث أي تقدم في المفاوضات ووضع شروط وعصف العجلات على طريق تب محور فيلادلفيا مش عاوز أخرج منه تب نتسريم تب كذا تب أفتش على الكذا كذا ليه بيعمل ده بيعمل ده لأنه مقدم على الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر ويريد أن يبدو فيها بطلا ومن ثم أستطيع أن أكون بطلا والحرب جارية لكن لو الحرب توقفت سيبدأ الحساب هو أنا انتصرت ولا انهزمت صحيح تب احتفل بيه بالضبط فهنا ساعتها حماس هنا تحتفل يعني أنا فهنا بقى الكلام حدي مش القضية قضية استعادة أسرة ففي تصل لهذه الحدية لا حماس تستطيع يعني يعني المعروض أن يعلن أحد الطرفين استسلام لا يوجد عاقل يتصور أن حركة حماس أو حركات المقاومة الفلسطينية تشهر استسلام صح وامتنع حركات المقاومة عن إشهر استسلام يعني انتصار بينما عجزه عن تحقيق الأهداف الأصلية التي دعمها القضاء على حماس واشتعادة الأسرة برقوة المسلحة وإنشاء حكم عاميل في غزة وإلى آخره هذا الكلام عجزه عنه في هذه الحملة المروعة التي ستكمل العام في تقديره الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون موضع التقاء جزئي بين الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي وأمريكا دخلها في المصرح يابدورين دخلها باعتبارها طرفا مشاركا في حرب الإبادة الجماعية الجارية بتحت عنوان حماية إسرائيل لأنه تضح بعد كل هذا العمر أن إسرائيل لا تتفخر بقوتها محتاجة محتاجة دائما بلطاجي لحماية هي راقصة تحتاج إلى بلطاجي يعني يحميها في كل مساء فهنا لكن الوضع دلوقتي لنخطط اللقاء هي أنه خلونا ننفذ المرحلة الأولى فقط وهذا ما ترجوه واشنطن قبل رحيل بايدن من سيد البيتين اللي هو نيتانيان تريد منه أن يسمح بأنه طيب خلينا ناخد المرحلة الأولى اللي ما فيهاش وقف إطلاق نار دائم فيها وقف إطلاق نار موقود لستة أسابيع وخلينا ناخد بعض الأسرة ومنهم زاوي الجنسية الأمريكية إضافة الجنسية الإسرائيلية ونكسب هدوء ونوحي بأن احنا بندخل المساعدات وإن شاء الله ما نوصل للمرحلة التانية وبعد بقى خلاص بقى الانتخابات خلصت خلصت حارب تاني يا سيدي لو أنت عاوشت حارب وانتظر ترامب لذا جالك فهي دي الفكرة هذا هو في أفضل الظنون ما يمكن أن تطور إليه الأمور أو ما تريده أمريكا في هذه المرحلة ولذلك احنا كل يوم نسمع محور فيلادلف طيب محور فيلادلف هو شأن فلسطيني ولا شأن مصري هو شأن له طابعان هو شأن مصري للمناء أرض فلسطينية لأنه شيء متعلق من ملحقات ما يسمى معهد السلام المصرية الإسرائيلية اتفاق اللي زعوقت في 2005 أن أنتوا هنا إحنا آل شارون لما كان رئيس وزراء إحنا هنطلع القوات الإسرائيلية من هذا المحور طول 14 هو في الأرض الفلسطينية صحيح يعني لأن بعض الناس عندها خلص أن محور فيلادلف ده موجود في الأرض العصرية هو موجود محور صلاح الدين في الجهة المصرية وموجود لكن الكلام عن الجهة الفلسطينية ومعبر فهنا التفاقل الذي تبديه أمريكا هو تفاقل يتعلق بالتفكير بالتمني بالرغبات إحنا عاوزين يحصل كده لكن هيقدروا يحصل أو ما يحصلش ده هذا هو التحدي المطروح في الأيام القادمة فنفس المراوحة بين هنبقي الحرب على حالها محصورة في غزة أم نمدها إلى حرب شاملة نتنياهو ببساطة مش بس فشل في غزة وفشل في الشمال نلاحظ معا أن الأول مرة في تاريخ هذا الإسرائيل اللي هي محمية أمريكيا وكذا وكذا وأرقى التكنولوجيات الحربية وأرقى كذا وكذا هي كل اللي لدى أمريكا لديها وفي جيبه فرضت عليها منطقتان عازلتان واحدة في الجنوب في مستعمرات غلاب غزة خرج السكان اللي فيها وراحوا إلى ما يسمون المركز في الشمال وهو واحدة أخرى في الشمال لأول مرة كانت الصورية اللي بتفرض على لبنان مناطق عازلة وتفرض على سرعة مش عارف إيه ولما تيجي تعمل اتفاق سلام مع حد بتعمل نازع سلاح لأول مرة فمن سما نتنياهو بيلعب بالبيضة والحجر صحيح يستفيد مما يفعله بنجفيروس موتريتش دون أن يبدو بوجه كالح كما يبدوان لكنه في نفس الوقت في مأزق عظيم جدا لأنه المأزق إيه المأزق أنه لا يستطيع الوفاء بأي وعد نحو إعادة المواطنين الإسرائيليين أو إلى الشمال في 16 بلدة إسرائيلية في الشمال أخليت من سكانها صح ودول عادين في الفنادق في تلة أبيب وفي غيرها وعلى نفقة الحكومة ودول أغلبهم يقولون حتى لو قلتلنا أن احنا خلاص كده احنا مش هنرجع لازم يقول لنا حزب الله أن احنا نرجع لأن احنا ما نضمانش انتوا طرحين إيه انتوا طرحين كلام ليس له أي معنى احنا عاوزين نخلي حزب الله ينفذ القرار 1701 بيقوله القرار أن قوات حزب الله تبقى شمال نهر اللي طاني يعني على بعد 10 كيل مترات شمال الحدود الحالية أو ما يسمونه الخط الأزرق لكن هو لما يرجع وراء 10 كيلو هل يعني ذلك زوال خطر؟ ده عنده صواريخ وعنده كذا وعنده كذا لا يعني زوال خطر يقول لنا ان احنا نرجع يقول لنا حسن نصر الله نرجع إنما ما يقولناش نتانياه احنا جربنا على نتياه عشان كده كانوا غاية في الانفعال رؤساء البلدات المهجورة دي بالأمس لما قالوا لهم في إسرائيل إن احنا سحقنا الخطر وقدنا الخطر في مهدو ودمرنا 8000 صاروخ انت زدت العب إنهم ما هم صدقوك وانت قلت لهم هيرجعوا في العام الدراسي الجديد والعام الدراسي يوشك على الدخول هيرجعوا إمتى وإزاي ففي النهاية هذا الجزء من كيان الاحتلال أو من شمال فلسطين المحتلة كان الجزء الأغنى من هذا الكيان أولا هو الجزء الأجمل في طبيعته الجزء الأكثر سياحية اتنين مصانع الكيمويات ومصانع التكنولوجيا وكلها كانت في هذا الشمال وإسرائيل وهي بتنتظر رد حزب الله خسرت أكتر مما خسرت يوم الرد نفسه يعني أخلت كل هذه المصانع كل هذه البلدات أخلت كل شيء تخوفا من رد ففترة الانتظار كانت أقصى على إسرائيل من الرد نفسه إنما النتيجة الكلية لا نزلق إلى حرب شاملة ولا وقف إطلاق نار أو وقف العدوان في غزة بصورة دائمة أشكرك شكرا جزيلا أحسنت ووفيت أستاذ دكتور عبد حليم عنديل نلتقي مسائل التنين القادم على خير إن شاء الله